لديمومة التواصل المستمر بين خدام الإمام الحسين عليه السلام ورئاسة قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي حتى بالعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية شهدت قاعة الإمام الحسن عليه السلام مؤتمرا حواريا قيما يخص انتخابات الوحدات واختيار مسؤولي الممثليات في جميع المحافظات العراقية فضلا عن موضوع تجديد الهويات الخاصة بكفلاء المواكب الحسينية بالنسبة لقسم الشعار والمواكب الحسينية في الأمانتين العامتين نستمر بتواصلنا مع الأخوة في محافظات العراق أصحاب المواكب وهذا الاجتماع خصصنا لتداول قضية الانتخابات وقضية استبدال الهويات من عادة القسم أنه ما يتخذ القرارات لوحده أنه يتخذ قرار ويعرض للقرار أنه هاي مقراراتنا لا أنه يشارك بها أصحاب المواكب وبالفعل أنه استدعيناهم كل واحد يبين وجهة نظرة أنه هل تجرى الانتخابات هل تستبدال الهويات أم لا فنسبة للمواكب الموجودة موثقة لدى القسم حوالي 32 ألف مواكب بعموم العراق عداء المواكب اللي هي خارج العراق الجهود التنظيمية والأمنية الجبارة التي تبدأ سنويا من قبل قسم الشعائر والمواكب الحسينية بالتعاون مع مكاتب الممثليات المنتشرة في عموم العراق تيدنا أنتخذه الحسينيون للخروج بمواسم الزيارات المباركة في أبهى صورة لمؤساة النبي وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين ترجمة نانسي قنقر